ملتقى صاحبات الأعمال في مسقط استعرض الفرص المتاحة والمشاركات الناجحة والتجارب الريادية لصاحبات الأعمال بما يشكل حافزاً لأصحاب الأفكار الابتكارية في خوض غمار ريادة الأعمال والنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجل صاحبات الأعمال تضم عدد من النساء رائدات الأعمال التي جاء من قطاعات مختلفة لكتسب الخبرات من جميع القطاعات وطبعاً نطمح في هذه السنة أن أدت تصورات على أساس أن هناك ملتقى ثاني إن شاء الله جاية التي بدينا نشتغل فيها وإن شاء الله نحاول في النصف الأول من السنة ننجز هذه الملتقيات إيماننا التام بدور المرأة العمانية كرائدة عمالنا لها أهمية في ازدهار التنمية الاقتصادية في البلد لذلك نحن نحرص دائماً على الدعم وتمكن المرأة من خلال توفير هذه الفرصة وتقديم الدعم اللي لازم لتنمية عمالها وتحقيق النجاح في مجالها وعلى همش الملتقى دشنت غرفة تجارة وصناعة عمان منصة صاحبات الأعمال التي تتيح التواصل بينهن في شتى القطاعات وتوسيع علاقاتهن إقليمياً ودولياً والاستفادة من الخبرات في المجال الاقتصادي إضافة إلى عرض تطلعات وخطط صاحبة الأعمال والفرص الاستثمارية المتاحة لهن المنصة هذه كثير مهمة وخاصة لصاحبات الأعمال ورائدات الأعمال لأنه يتم من خلالها التعارف تبادل العلاقات حتى في بعض الأحيان تبادل المعدات والعلاقات الاجتماعية وبناءها واللي هو مهم جداً ممكن يكون عن طريق المنصة أهمية هذه المنصة أنه نحن نريد أن نجمع كل صاحبات الأعمال في مكان واحد نعطيهم حافز للوصول للأعلى وأكيد نحن كمنصة بنحاول أن نحن نخليهم يرتقوا من مكان لآخر الملتقى هدف إلى تمكين صاحبات الأعمال من بناء علاقات تجارية ومهنية وصقل مهاراتهن وتنمية خبراتهن بما يعمل على نمو المؤسسات واستدامتها فقد جاء تنظيم الملتقى انطلاقاً من توجهات رؤية عمان عشرين أربعين في تحسين بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر